سابقا ما فيه الكفاية وزيادة مما قدمناه من النصائح والإرشادات من المرجعية الدينية وما بيناه من آراء ومطالب للمواطنين على الكتل السياسي اتجاه هذه الأزمات ولم يعد المزيد من الكلام فيه جدوى ونحوة والواقع أن حلول أي أمر سواء كان مشكلة أو أزمة سياسية أو اجتماعية تحتاج إلى ركنين أساسيين تقديم النصيحة والمشورة المناسبة والصحيحة ثانيا الركن الثاني القبول من الشخص المعني وليس لنا إلا أن نقول أن ترك الأزمات هكذا تتسع وتستفحل وتتراكم لا تؤدي إلا إلى المزيد من الإضرار بمصالح الوطن والمواطنين والشعب العراق